وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي برفع كفاءة عمليات المعالجة وتدوير المخلفات بمصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وخلال جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة للمصنع أكد شعراوي أن الحكومة تتعمل على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر